اشتركوا في القناة وعلى بركة الله منار اللغة العربية المستوى السادس الإبلاء همزة الوصل والقطع من هذه الصفحة ثم الحصة الثانية في الأسبوع الموالي على بركة الله أقرأ النص وأكبل ما الأنجد بالكلمات التي ستضمن همزة إذن استمر احتكاك المغاربة احتكاك المغاربة والأندلسيين وتواصلهم قرونا عن طريق فلاسفة وأطباء أفداد وقد كان لحركة الهجرة أخر فعال في حياة المغرب للكلمات السمرة أفداد احتكاك كتابة الهمزة كسرت حتى الأليف هذه تسمى همزة وصل أما همزة القطع فهي دائما تكتبها هكذا كألاحي تكتبها هكذا هذه الهمزة إذا ما أرى هذه الهمزة سواء فوق الأليف أو على الواو فهي همزة قطع فهي همزة قطع مثل هذه تسميها همزة قطع المغاربة همزة وصل لأن في النص في النص لن نعود إلى النص انظر هنا النص فجاءت هكذا نقول استمرح احتكاك لا تقرأ لا تقرأ تصل الكاف مع اللام نقول احتكاك لأنها تصل بين هذا الحرق وهذا الحرق الموالي أو بين الكلمة والكلمة الموالية مباشرة كأنها غير موجود فهي وصل تصل بين هذا وهذا مثل استمرح احتكاك استمرح احتكاك هنا نضع ميمان صغيرة فوق الأليف على معل همزة وصل اذا المغاربة لأن في وسط الكلام في درج الكلام نقول المغاربة هذا نوعها همزة وصل هل هي في أول الكلام ام في درج الكلام هي في درج الكلام لو كانت في أول الكلام نقول المغاربة يعني سنسميها همزة وصل ولكنها ستنبق إذا كانت في أول كلام تقول المغاربة ولكن إذا كانت في درج الكلام في وسط الكلام أقول المغاربة المغاربة إذن لا أنققها نتكلم عن النص أعود إلى النص دعي النص أمامك وتابع معي إذن الأندلسيين ولكنها جاءت في وسط الكلام إذن هي همزة الوسط جاءت في درج الكلام هنا هنا نتحدث عن الهمزة التي بوق الألف هنا وليس هذه إذن هنا كذلك أضع هنا ميما صغيرة كما في النص وقل لا أنققها أطباء انظر إلى أطباء هذه كما قلت لكم هذه الهمزة إذن أرى هذه الهمزة فأقول إنها همزة قطع أطباء إذن جاءت في درج الكلام فهمزة القطع سواء جاءت في بداية الكلام أو في درج الكلام فهي دائما تنطق دائما أنققها الهجرة هذه ال ال للتعريب في دائما بها همزة وصل ولكن هذه همزة إذا كانت في بداية الكلام أقرأها وأنطقها أقول الهجرة ولكن الهجرة جاءت في وسط الكلام فهي همزة وصل دائما همزة وصل ولكن جاءت في درج الكلام إذن لا أنطقها ماذا أستنتج أن همزة الوصل تنطق إذا كانت في بداية الكلام أول الكلام ولا تنطق إذا كانت في درج الكلام أما أما همزة القطع سواء كانت في درج الكلام أو في بداية إذن القطع تنطق دائما في بداية الكلام وفي درجة الكلام ولكن همزة الوصل لا تنطق إلا إذا كانت في بداية الكلام إذن المغرب همزة الوصل قلنا للتعريف دائما همزة الوصل جاءت في درجة الكلام لا أنطقها نعم إذن أوضح لصديقاتي وأصدقائي الفرق في نطق همزة استمر وعدم نطق همزة احتكام إذن هذه همزة وصل وهذه همزة وصل لأن قلنا همزة القطع هي هذه هذه التي في إملاء في الآخر أو هذه إذا ما ترى هذا الشكل في الكتابة هذا الشكل في الكتابة فهو قطع إذن ما الفرق بين استمر واحتكام هنا في بداية الكلام نقرأ وننطق همزة لغة أقول استمر استمر اللاعب في المراوغة ولكن إذا قلنا مرر اللاعب الكرة واستمر أنا سنضعه مثل احتكاك أضعه هنا ولكن في بداية الكلام أضعه هكذا كالسرع تحتوي استمر لأنه فعل فعل سداسي استمر واحتكاك احتكاك كذلك مصدر من فعل فماسي احتكاك إذن هنا أنا أمطقها لأنها ليست في بداية الكلام بل في درج الكلام أحد الموقعه ما في الجمل أو أبين كيفية كتابتهما إذن ما أتكلمنا هذا فقط شرح هذه بداية الكلام تكتبها كействات تحتوي في الالف وهنا في موقعها وسط الكلام في درج الكلام وأضعه ميما صغير فوق الالف كذلك هنا أفداد أفداد ما هادي ماذا نسميها همزة القطع فهمزة القطع دائما تنطق في بداية الكلام في وسط الكلام لا يهمنا فهي دائما تنطق هنا قلنا في بداية الكلام تنطق وفي وسط الكلام ودرجه لا تنطق هذا ما يجب عليك أن تعرفه الإجابة تكون من الاستنتاج هذا التمرين جوابه هنا تنطق همزة الوصل في أول كلمة في الجملة وتكتب هكذا مثلا استمر لا عقوة لا استخرج استنتج هنا عندنا استنتج هنا استنتج في استنتج هنا همزة همزة قطعة طبيعة هنا مثلا عندما يقول لك أستاذ أكتب فنكتبها مثل هذه هذه هنا كذلك استمر استنتج هذه تكون في المثال الشمسية القمرية التي تعريف في بلد الكلام نضعه هكذا تكتب همزة القطعة في درجة الجملة هكذا ولا تنطق مثل ما رأينا في احتكاك احتكاك تكتب همزة القطعة في أول الكلمة هكذا وهكذا وهذه مثلا في أأخذ أأخذ أنا أأخذ هكذا تكتب وتنطق دائما دائما قلنا القطعة تنطق سواء وسط كلام في درجة كلام أو في أول الكلام نعم أرسم همزة الوصل أو همزة القطعة المناسب فيما يلي إذن أصدقائي حتى لا نطي النمر بسرعة أصدقائي تكتب هكذا همزة قطعة وأضع فتحة على الألف أصدقائي طلبة طلبة ال هنا ال اللي هنا نضع ميما فوق الميما هنا صغيرة على شكل ميم نقول طلبة طلبة لا تنطق لا تنطق الأستاذة هنا كذلك أضع ضم فوق هذه همزة قطعة عندما أرى هذه همزة أقول قطع أستاذة مني أن هذا الحرف حروف تكون فيها همزة قطعة دائما أن أن وأن إلى أن أرسل هنا همزة قطعة أضع لما أرسل إليكم إليكم كسرت هذه الهمزة بسرعة البريد وإن قرأت وحتى ترى ما سنقول لا نقرأ ونقول بواسطة لا نقرأ لا نقرأ أضع ميمن هنا فوقها لأن ليست في بداية الكلام البريد هنا لا نقرأ أضع ميمن صغير فوقها الأليف إلكتروني إلكتروني هنا تكسر تحت الهمزة لأن المؤكد لا نقرأ الواجر لا نقرأ الالكتروني لا نقرأ كأن غير موجود إلكتروني للموضوع الأليف لا نقرأ هذه لا نقرأ لأن 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 الموضوع الآتي نقرأ ونكتب هكذا أكتب هنا لأن أمر من العمزة لا نقرأ العمزة بل فقط ضم هنا أكتب أو عفوا هنا ليس أمر هنا أكتب لا عفوا هنا أضع الهمزة أضع همزة هنا قطع قرأت وأكتب فلي أكتب إذن هنا همزة وفتح همزة فوقها فتح أقول أكتب موضوع في كذلك هنا ميمن فوقها في الحضارات لا أنطقها هذه موصولة ميمن هنا عرفتها أرض هنا أنطقها لأن همزة قطع أرض المغرب كذلك أكتبها ولا أنطقها ميمن فوقها هذه إذن أميز همزة الوصل من همزة القطع فيما ينظرون مثلا هذه قطع وهذه وصل هذه وصل هذه قطع إذا اختار المدرس أنظروا أقول اختار فهي همزة وصل لأنه من فعل اختار خماسي إذا يكون خماسيا أو سداسيا لا أضع همزة قطع بل وصل ونظر هنا مثل استمر سداسي هذا خماسي كذلك أكتب كثرة تحت الألف أنطقها وأنطق الهمزة أقول اختار لغم أنها وصف أنا أنطقها لأنها في بداية وأول الكلام اختار النام وصل لأنطقها المدرسون أ هنا قطع أنطقها هذه قطع إذن وصل وصل قطع وصل تلاميذ وصل اجتهاد وصل يشاركوا في مصابقة استحدى الوصل قراءة العربي وصل إذن عندنا قطع مرة واحدة أكثر أكثر هي القطع الوحيد الموجود في هذا المثال أميز بين همزة الوصل وهمزة قط فيما يأتي هنا شفويا ينتبه إذن هنا كذلك هذه وصل عندما لا أرى هذه الهمزة عندما لا أرى فأقول وصل إذا رأيت فأقول قطع إذن هنا وصل اختار هنا قطع أعضاء الهجي وصل مقرر الموصل قطع في أثناء قطع لأن انظر هنا الهمزة كذلك هنا وصل إذن وصل قطع وصل وصل قطع وصل وأغرب هنا قطع وصل أغرب الغلائب هنا وصل وصل بلاد الصين وصل قدرة أهل قطع على نسخ صور وصل الآذم وصل مع هذه قطع هذه آ هذه قطع صور الآ هذه قطع هنا قطع هذه قطع أو قطع وهذه وصل أطبط بالشكل التام همزة الوصل وهمزة القطع فيما يأتي هنا اقترب هنا سأضع كسر هنا كسر هنا لأنه خماسي اقترب خماسي اقترب نضع كسر هنا لأن وصل موعد الداهن ميما ميما صغير فوق الآن لأن وصل وفي درج الكلام موعد الذهاب إلى هنا إلى حرف جر أضع همزة تحتها كسر هنا ميما فوق المآثير هنا كذلك ميما في التاريخية هنا أضع أكمل أحمد مشروع الوحدة إذن أضع همزة فوقها فتح أقول أكمل مثل هذه مثل هذه أكمل أحمد كذلك تشبه أكمل أضع همزة فوق فتح مشروع الوحدة هنا ميما فوق مشروع الوحدة لا أنطقها أنا أنطقها حتى أبين موجودة فقط أما أثناء قرأ أقول أكمل أحمد مشروع الوحدة هنا وصل ثالثا أرسم همزة الوصلي أو همزة القطع المناسبة في ميت صور الصيني هنا ألف فوق ميم هنا صور الصيني كذلك ميم فوق الألف من أكبر عظيم من أ هكذا أكبر المباني ميم هنا فوق الألف المباني المع ميم هنا ميم فوق هذه صغيرة تشبه الميم مشيدة وأطول هنا وأطول هنا فتح فوق الهمزة وأطول صور في ميم صغيرة هنا تشبه الميم العالمية يتاريخ إلى هنا كسرة تحت الهمزة إلى أكثر هنا فتح فوق الهمزة أكثر من 2000 أو 2000 و300 سنة دعم هذا يجب أن تعرف متى تكتب الهمزة إذن في ال هذه الأمثلة التي تكرر ال ال دائما ال نكتب فيها همزة وصل في بداية الكلام أضع فتح على ال أما في وسط كال مثل هنا وهنا 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 لا من ميم صغير مثل هذه أقرأ الجملة وأبرز نطق الهمزة أو عدم نطقها وأحدد نوع نوع وحق الجدول الآن إذن الجملة تقول أثر الحضارة الأندلوسية ظل أعمق في المدن منه بالبوادي إذن نمر لنرى الجواب إذن هذه الجملة أثر عنطقها نوع الهمزة همزة قطعها همزة وصل همزة وصل لقد نسيت الحضارة سنضع وعلم هنا كذلك مثل الأندلوسية لا عنطقها همزة وصل لقد نسيت الحضارة هنا أمام الحضارة وعلم أخر هنا أعمق هي همزة همزة أعمق وهي همزة قطع المدن فهي لا أنطقها لأن همزة وصل همزة وصل البوادي لا أنطقها لأنها في درج الكلام في وسط الكلام وهي همزة وصل هنا نسينا فقط علامة هنا وعلمة هنا للحضارة نعم أكتب أربع كلمات الأولى والثانية تضمنا لهمزة قطع والثالثة والرابعة تحتوي على همزة قطع أكثر إخراج وصل ثلاثة كلمات وليس ثلاثة كلمات وليس كلمتان بل ثلاثة أما الثالثة والرابعة تحتوي على همزة الوصل مثل استخراج لأنهم في بداية الكلام سنضعه هنا كسرة هنا استخراج استخراج أما إذا كان وصل الكلام سأضعه ميما صغيرة هنا كلمة واحدة أضعه هنا كسرة الاستخراج كذلك انتصار كسرة هنا لأنها في بداية الكلام أكتب هنا ضمد أمر أكتب وليس أكتبه إذا كانت أكتبه سأكتبها هنا وأضعه له همزة سقطة بل هنا أكتب أمر هنا أضعه ضمة فقط أكتب أو أكتبه أكتب أمر نعم أقرأ مع أصدقائي وصديقاتي الفقرة ما قبل الأخير من نص بلاد الصين ونستخرج منها ستة كلمات ثلاثة ثلاثة منها تضمن همزة الوصل وثلاثة منها تضمن همزة القطع ونبين متى نمتق بالهمزة ومتى لا نمتق بعيدا هذه الفقرة ومن عجائب هذه البلاد قدرة أهلها الخارقة عند صنعهم من أشياء عديدة فلإن أشياء بسيطة من أحجار وأخشاب وخيرق تتحول على أيديهم إلى تحف وصناعات يدوية تبهرك بتناسق ألوانها ودقة صنعتها ورهافة إحساس أصحابها الآن الكلمة التي بها همزة الوصل مثلا البلاد ندعو هنا همزة وصل البلاد الخارقة أنا وجدت فقط هذه الفقرة اعتبرت هذه الفقرة ما قبل الأخيرة في النص وجدت فقط كلمتين كلمتين أما الآن إلى همزة القطع هي أهلها أهلها أشياء إن أشياء هذه الهمزة التي أحطتها باللون الأزرق هي همزة القطع دائما تنطق دائما تنطق سواء في بلاي الكلام أو في درجة الكلام في وسطه أحجاب هذه تنطق دائما أخشاب تنطق دائما أيديهم تنطق والهمزة همزة القطع دائما ألوانها كذلك إحساس تنطق دائما أصحابها تنطق دائما أما همزة السابقة البلاد الخارقة لا تنطق في هذه الحالة لماذا جاءت في وسط الكلام؟ لو أن البلاد كتبت هنا لقلنا البلاد ولكنها في وسط كلام نقول من عجائب هذه البلاد وأهلها الخارقة لا نعلم تقرار هنا لأنها مزة وصحة أنشئ جملتين ترتبطان بمجال الحضارة الصينية ستضمن كل واحدة منهما همزة وصل وهمزة قطع إذا الجملة الأولى إن أي همزة قطع همزة وصل همزة وصل وهمزة قطع إسلامية ثم همزة وصل إن الحضارة الإسلامية إن الحضارة الإسلامية من أعظم الحضارات إن الحضارة الإسلامية من أعظم الحضارات جمع الثانية يجب على الإنسان هنا همزة وصل وهذه همزة قطع يجب على الإنسان أن همزة قطع يعتزع هنا همزة وصل بالتقافة والتقاليد همزة وصل تقاليد الوطنية هنا همزة وصل والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أنا أحاول أن أسرع حتى لا أطلع عليكم